ان شاء الله مش هنطول فيه وان شاء الله الموضوع مش هياخد وقت كتير اوكي لنبدأ دلوقتي عندنا في الترانسپورت امبلانتز لما نشتكر فوم لازت تايم لما اتكلمنا قولنا ان عندنا حاجة اسمها الزايلم وعندنا حاجة اسمها فلويم ودول هيبقوا المين بوينتز اللي هنتكلم عليهم النهاردة في الكلاس ده دي البوينتز المهمة اللي عايزين نعرف عنها دي البسلز بتاعت البلانتز احنا عارفين ان الهومن بادي الترانسپورت اللي في الهومن بادي عبارة عن اوتري ان فينز بس في البلانتز لأ عندنا نيو بسلز ايه هي البسلز دي البسلز دي عبارة عن مواسير نتخيالك ان هي مواسير المواسير دي تمام عندنا فين وعين تو تايبس فين الكلام ده فين في البلانتز ايه التو تايبس بتوعنا عندنا اول تايب حاجة اسمها الزايلم اسم غريب بشكلها غريب شوية بس كده خليك عارف بيني وبينك نحن قلنا ان هي بترانسپورت واتر وبترانسپورت كمان معاها ايه لان نتخيال ان زي ما قلنا بتاعة البلانتز المواسير اللي بتوصل المية للبلانتز الفود للبلانتز السوكروز للبلانتز عندنا نوعين منهم حاجة اسمها الزايلم وحاجة اسمها مفيش بقى ارتليز مفيش شرايين مفيش فين زي الهومن بادي لأ عندنا حاجة اسمها الزايلم وحاجة اسمها ايه فلاوم اوكي تعالوا مبوص ايه التو باسلز اللي عندنا زي ما قلنا عندنا الزايلم وفلاوم الزايلم دي عبار عن ايه بيقولك دي بترانسپورت منيرالز اند ووتر بس منين من الروت ابتو دي ليوز يعني ايه يعني انا بيبع عندي الروت تحت ايه ايه بقى عندي الروت لاتس ايه بس هنرسم شجرة عشان نتخيل الموضوع انا احب كده اول مرة حتى لو انا عرف الكلام ده بس ايه نتخيل الموضوع ايه دي شجرة تمام والشجرة كلها ليفز يعني نتخيل ان هي ايه كلها ورق ليفز احنا بس عاملين ايه مكبرين واحد وفيه بقى تحت روتز كتيرة 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 اوي 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 والروتز بقى نزل جوه الجوه 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 ايه دي الروتز عندي تحت تمام هنسمي البرت ده حاجة اسمها the source والبرت اللي فيها الليفز دي هنسميها the sink يعني ايه the source و the sink the source يعني المصدر والمصدر عندي بتاع الواتر بتاع ايه بلانت هو الروتز فدايما ممكن يقولك الكلمتين دول بدل بعض يقولك بدل الروت يقولك كلمة source ليه source علشان مصدر المية بتاع اي بلانت هو من تحت من تحت خالص احنا بنفتكر ساعات ان احنا مثلا لما بنسقي الزرع بنسقي من بره مثلا ونحط مثلا مية droplets كده of water نحط مية من فوق وان الليف بتاخد المية وتنتصها لا ده مش بيحصل السورس بتاع اي بلانت عندنا source of water يعني كلمة source دي نزود عندها كده water مثلا نحط جنبها وطر عشان نفهم ده source of water السورس دايما عندي من الروتز السورس دايما عندي من تحت من الجدور تمام ايه بقى كلمة sink sink دي يعني الحتة اللي أنا برمي فيها النهاية الطريق بتاعي نهاية الطريق بتاعي دايما في الليفز والليفز دايما زي ما احنا عارفين وفاكرين ان ده اكتر مكان فاي بلانت هو اللي بيعمل ايه photosynthesis فاكيد اكيد اكيد ال photosynthesis ده علشان يتعامل هيحتاج انه هو هيحتاج انه هو يبقى عنده كمية water كتير او carbon dioxide عشان يعمل photosynthesis فاكيد الليفز دي اوراق الشجر هي دي اكتر مكان هيكون محتاج water يبقى كده انه اعرف وانه اتخير انه ال pathway بتاع ال water هو من ال root لحد فين لحد الليفز ونتخيل ان اليهم اسامي تانية عندي اسم اسمه the source و the source دا دايما هيبقى في ال roots هيبقى تحت عشان نفتكر ان انا لما اجي اسقي زرعة انا بس ايها باملة roots باملة roots ما يباملة تحت السويل الحتة اللي كلها سويل تحت باملة مية لها علشان دا المصدر اللي اي بلانت بتاخد منه مية فين عنده roots يبقى شفت كلمة source شفت كلمة roots الكلام دا ايه دول زي synonyms دول نفس المعنى تمام وال roots في اي بلانت هي بتاكت از a source of water ونخش على اللييفز اللييفز دي سينك دي المكان اللي المية بتكوب فيك الاخر ونفهم على طول ليه اللييفز علشان دا اكتر مكان بيحصل في photosynthesis from last time فاكيد اكيد اكيد هو هيحتاج water علشان ايه احنا ازاي ما احنا فاكرين ال photosynthesis عبار عن H2O اللي هي water plus carbon dioxide علشان يديني ايه oxygen and glucose اظن كده تعالوا كده بقى ان الكلام دا يبقى اول حاجة اول جملة وشرحناها بكل استفادة يعني ايه زايلم الزايلم دا عبارة عن vessel بيعمل ايه بيترانسبورد بيوصل minerals and water المية وال minerals من اين من السورس اللي هو عندي فين عند ال roots تحت علشان يوصلها فين لللييفز علشان تعمل ايه food synthesis اللييفز دي اسمها ايه اللي هو المجرة الحتة اللي انا بر المية عندها المية اوكي اوكي دي كده اول شن للزايلم بيقولك بقى الزايلم عندها another function بيقولك ايه الزايلم بتسابورد البلانتز ازاي بيقولك اه الزايلم دي حاجة very strong فهي علشان very very strong ويباسمها lignified يعني الزايلم دي عبارة عن vessel متبطنة يعني ايه متبطنة it's a very thick vessel وvery strong vessel اسمها في البيولوجي lignified يعني ايه lignified يعني الفصل دي تخينة اوي 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 تمام فبيتخلي عندك support the plant فلما يبقى عندك في السم الزايلم ماشية بيها على طول وتشوف ان الزايلم دي is a lignified vessel تفتكر اه ده بيسابورد البلانتز وبيخليها قوية ولما نمسك كده اي ستم ايه الستم دي الحتة الخضرة اللي بتبقى في طرف اي ليف او في طرف اي بلانتز لما دي تمسكت لها اه it's very strong علشان هي مليانة xylem vessels و xylem vessels are lignified تعالوا نرسم مع بعض رسمة نتخيل بقى xylem اوكي تعالوا كده نمسح رسمة tree اللي احنا بس تخيلنا بيها transport of water زي ما قلنا هو من roots تحت up to the a up to the leaf تعالوا نمسح كده و نرسم بقى xylem نفسها الفاسل دي عاملت ازاي اوكي let's start بيقول لك يا سيدي xylem لو تخيلناها و رسمنا الفاسل اللي بزعتها بعتبقى عاملت كده بالظبط تقريبا اوكي مشي تعالوا كده نشوف ده معمول الزي وهنفهم بقى الرسمة دي معناها ايه بصوا يا جامعة بس ايه عشان انت بقى الدنيا ايه واضحة كده عايزين نبين كده كل الكلام تمام بصوا بقى يا شابب ده منظر ازاي لمن جوة او انت كنت تفاكره بس كنت تفاكره حاجة زي تيوب كده ستريت اه هو من برا شكله ستريت عشان كده لما نرسم مثلا اي بلانت بنرسمها كده لها ورقة طويلة ومن تحت زي ما قلنا فيه روتس تمام تمام واخرها مثلا بيبقى عندي ايه الليف بتاعتي لت ساي تمام تمام الحتة دي اسمها ستم تمام شكلها سلندرق العادي كده بس الستم دي مليانة حاجة جوها موجودة في كل حيات موجودة في روت عشان توصحت بس اكتر مكان هي متواحدة فيها في الستم فانت بنبرر بشكلها السلندرق بشكلها زي التيوب فبنتخيل ان ده شكلها بس لما نجي نعمل لها وشوفنا على الميكروسكوب لقين عندها شوية تساعدها تعمل الجوب بتاعتي تعالوا بقى نشوف البيتش دي فالداد سلز دي مخلينا هولو يعني يعني الجوه ده متفرغ يعني ده عبارة عن بلاستيك عبارة عن يعني نتخيلو كأنه بلاستيك هو ما فيوش اي حاجة دي معمولة من داد سلز فمن جوه هو فاضي ومش بنعدي على سال اورجنالز ومايكرو كوندريا وكلام كتير لا هو عبارة عن جدا 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 تمام ادي اول حاجة معمول من داد سلز فلما نعدي كده من جوه هنلاقي ايه هنلاقي فاضي طب ايه تاني بيقولك تاني حاجة يعني ايه بصوا هتشوفوا ان في حتة كده في النص فاضية نلاقي كده حتة كده ايه فاضية هتلاقي الحتة دي كده فاضية مش هتلاقيهم بتقفلوا على بعض يعني مش هتلاقي الزلم مش هتلاقي مقفول كده ومقفول عنده واحدة كده لا مش مقفول وعليها واحدة كده وواحدة كده لا هو مش معمول كده هو معمول ان في النص ده كده نمسح كده معمول كده يعني ايه يعني الاند والز الحتة دي متفرغة من تحت يعني حتى مش مثلا مقفولة لأ ده ممسوحة من النص الحتة اللي في النص دي دي ممسوحة فيدينا المنظر اللي فوق ده ان انا بقى عندي في النص الدنيا متفرغة تمام يبقى تاني حاجة عندي حاجة اسمها انه تمام تمام جميل نمبر ثري عندي حاجة اسمها بتس بقى مكان الاند والز بقى عندي حاجة اسمها ايه بتس بصوا يا جماعة عندي جوه نقط عاملة زي كده ايه بتعدي المية بسهولة مفيش بقى لك لك ايه حاجة ايه لازمتها لازمتها ان احنا تعدي المية بسهولة وان ما يكونش فيه مشكلة في الترانس بس بيقولك بقى ان البيتس دي مخليها ايه كمان مخليها متفرق فالبيتس عندي بتخلي ان المية تخش وتطلع بري ايزي تمام تمام انا عايز اقولكو بس معلومة بصراحة 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 هي ادفانس شوية على كورس الايه الكمباين ساينت انا هشرحها بس انا مش هليق عليها اسئلة كتير بس الفكرة ان في الكمباين ساينت كل شوية بفاجئونا ممكن يحط لك حقيقة كده زيادة فخلينا فخلينا كده مع بعض ونفهم ال مع بعض ونفهم ال هيفتنا جدا في ال هيفتنا جدا في مش شرط تلاقوا كل الكلام ده موجود طيب احنا كملنا اول حاجة قلنا انه ده تسلز فمن جوه هلو تاني حاجة قلنا ان الحتة اللي في الاخر دي مش مقفولة ان في النص كده عندي فراغ مكامل قلنا تالت حاجة عندي في الجنب تالت حاجة قلنا البيتس البيتس دي الفراغات اللي من الجنب اللي تخلي ان المية تخش وتطلع in and out easily والمنيرلس خش in and out easily يبقى تالت عندي هي البيتس اوكي اوكي رابع حاجة عندي ودي قلنا فوق it's lignified يعني ايه lignified هقول لك بقى شايف ال wall قد ايه thick من الجنب شايف قد ايه مرسوم ان هو thick شايف الحتة دي شايف الحتة دي قل لك ان ال walls بتاعته are lignified يعني ايه lignified يعني هي معمولة متبطنة كده ان layer the wall بتاعته تبقى very thick فلما اجي تقف في stem تدي لل plant support لما توقف كده ال plant لقيها وقفة مش نايمة لما توقف كده plant بتاعتها تلاقيها وقفة كده up right متلاش عوج لشان lignified تمام ونيجي الاخر structure عندنا وانا عندها wide وده احنا شايفين ان lumen ده الجوه ده الجوه ده هتلاقي very wide فعشان هو very wide هيخلي عندي transport is very quick فاخر حاجة ان انا عندي wide lumen تعالوا بقى نرجع الpoints دي كده على الجنب زي ما هي مكتوبة هنا ودي جنب بنا الرسمة بنبص كل حاجة بن correlate لها للرسم اول حاجة الـ الـ اللي عندي للزيلم انها hollow dead cells ميتة ده هيساعدني ليه هيخلي الـ easier للترانسبورت ونفتكر كده ان شكل الزيلم فاضي من جو طيب ايه تاني حاجة ما عنديش end walls يعني عندي فراغات ما بين الـ الـ الدنيا هنا مخلي ان الماء تمشي بسهولة لفوق ده ده معنى كلمة نوع end walls اهي تالت حاجة عندي يعني ايه بتس البيتس يا جماعة ان انا هيبقى عندي متفرغ من الجنب متفرغ من الجنب متفرغ كل حتة متفرغ من الجنب هتفرق معايا في ايه ان الـ من هنا ومن هنا ومن هنا طيب رابق حاجة قلنا ان هي يعني 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 ومتبطان عشان تجي ولو بصينا هنا ومبصينا على المنظر ده هنلاقي ان فعلا الـ 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 بتاعة وآخر حاجة لو جينا نشوف على عرض عشان يساعدني لانا اكبر كمية واتر على قد مقطع ودي كده نكون خلصنا ونكون خلصنا الكلام اللي عليه وخلصنا ايه هو ان هو يعمل بتاعته انا ممكن ما يكون الحتة دي الدناية هواقتي كتير قوي او شرحناه شوية بسرعة علشان 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 الحتة دي بصراحة بصراحة يعني أنا حبيت اشرحها حتة كده مصر بس يعني مش بتيجي قوي بصراحة في الامتحان لما هنيجي نحل مش هنلاقي كلام عليها بسر اوكي اوكي يلا بينا نخش على البعض تاني فاسل عندي اسمه ده فلوم جميل مش الفلوم ده ايه مهمته احنا عدنا نلوك فوق قلنا ان لو بصينا على الجامعة قلنا ان مهمته حاجتين ووتر و منرلز يوصلهم ويدي ساپورت صح ووتر و منرلز يوصلهم ويدي ساپورت وقلنا الفيترز بساعت كل حاجة ده زي بيوصل ووتر و منرلز وزي بيدي ساپورت زي بتاعته الفلوم ايه شغلان بيقولك شغلان بيعمل حاجة اسمها ترانز لوكيشن اوكي يعني ايه ترانز لوكيشن اه ترانز لوكيشن انا عايز كده تقسموها كده معايا لكلمة ياني ترانز تمام يعني تغيير نعتبرها انه تغيير و لوكيشن يعني لوكيشن يعني مكان يعني شغلان الفلوم سيف تيوب يغير المكان تاني عشان نبقى وطح دلوقتي انا عندي الفلوم بيعمل حاجة اسمها لو قسمنا الكلمة دي كده بالراحة هلاقي اول بارت اسمه ايه ترانز تاني بارت اسمه ايه لوكيشن طب اول بارت ده ترانز هنعتبره انه معناه انه بنغير تاني كلمة تاني نزق جزء فهو شغلانة الفلوم يغير اللوكيشن بتاع ايه يغير اللوكيشن من اللوكيشن تعاكز بقى هنا الكلام بنجيب من فوق لبقية البيانت فبقت اللييف هنا بقت هي السورس لو اغدين بالك بقية يعني شغلانة الفلوم انه هو يوصل السكروز والامين واسد من فوق عند اللييف بتاعت بقى في السم وفي الروتز وفي الفلاورز تمام انه هو يوصل بقى الكلام ده كله ايه ترقاوت الكلام ده كله طب اللي بقى ايه السكروز والامين واسد جمي نين مش احنا اتكلمنا بمرة اللي فاتت ان الليف اكتر ما كان بيعمل فوتو سنتيس ايوه صح قلنا كده طب مش الفوتو سنتيس ده يعمل جلوكوس تمام بس الكلام ده يا مستر ان الجلوكوس تمام هو اللي بيجاد جبت منين بقى السكروز وجبت منين الامين واسد جبت الكلام ده منين اللي كان مركز وكان رايق معي كده هقول لك وانا جبت الكلام ده منين وانحنا زي ما احنا متوفقين عندي ليف فوق بتعمل فوتو سنتيس طبعت لجلوكوس تمام انت بيعمل للسكروز والامين واسد طب انا عندي جلوكوس جبت الحاجات اللازلية دي منين هقول لك انا لسه قلت لك ان الجلوكوس بلاس نايتريت بتاعت البلانت بيعملي امين واسد وقلت لك برضو ان الجلوكوس بيتغير بيترانسفورم شكله لحاجة اسمها سكروز والسكروز ده نوع كاربوهايدريت تمام اللي بيبقى اللي بيتحرق يعني لو لقيت اي حركة او بقى الاسم بتاعنا بقى يعني لو جيت احرك الجلوكوس من الليف وهو اديه في اي حتة مثلا او اديه الروتس ماينفعش نزلوك الجلوكوس يقول لك لا الجلوكوس وهيدوب وهيسيح منك لازم اغيره لنوع تاني اسمه سكروز والنوع ده ده النوع انه هو مسؤول انه هو يوصل لك الجلوكوس او يوصل لك الكاربوهايدريت او يوصل لك لاي حتة فالسكروز ده ده هنسميه الكاربوهايدريت اللي جوه التاكسي ليه عشان ده الكاربوهايدريت اللي بيتحرك ده الكاربوهايدريت اللي عمال يلف وداير يور تول الوقت فوق عندي الليف عملها تعمل فوتو سنتزز فوتو سنتزز فوتو سنتزز وعملها اتطلعي في جلوكوز انا مش عارف اخدوا جلوكوز اللي سغير او يعين مينفعش يركب تاكسي لوحده لازم يكبر ويلزق في بعضه يعمل لي حاجة اسمه سوكروز ويبقى كبير ويركب التاكسي ويخش الفلوم ويتوصل بقى throughout the plant كلها فانا عندي نوع الكاربوهايدريت اللي بيمشي وبيتحرك اسمه ايه اسمه سوكروز واخدت الجلوكوز زي بقيت عايش وقت ناتريت عملت ايه اماينو اسد دي بقى انا اخدت الامينو اسد والسوكروز ووصلتوهم من الليف بقى للروت للفروت لاي حتة في البلانت اخدتوهم ووصلتوهم true a vessel اسمها فلوم تمام علشان توصل الحاجات الجميلة دي اللذيذة دي توصلها ايه لكل البلانت فالفلوم هو التاكسي بتاعي اللي هيركب في السوكروز الكبير اللي هيعرف يركب التاكسي لوحده اللي هيعرف يتحرك من فوق اللي تحت من غير ما يحصل له الرياكشن وهيركب معاه اخوه النايتريت اللي لما اخوه الامينو اسد اللي لما لزق لما النايتريت لزق في جلوكوز عمالي الامينو اسد رجبوا الانتين دول مع بعض التاكسي وحصل لهم ترانز لوكيشن اتغير مكانهم بدال مكان عند اللي فوق راحوا بقى للروت الفروت او الفلاور ودي يا جماعة بكل اللي بساطة بروسس الترانز لوكيشن هي بروسس عبارة عن فلوم اللي هو الفاسل التاني اللي انا اتكلم عليه تمام بيوصل الجلوكوز من فوق لتحت عشان الجلوكوز يتعمل فوق عند الليف ليه عند الليف عشان ده اكتر مكان بيعمل فوق سنتسيز طب قابلتني مشكلة مش هعرف انزلو كالجلوكوز بسيطة هحول لك معيش ويت نايتريت اجيبو لك كاماينو اسد تعمل بيه بروتينز تحت وهغير لك شكله ولزقه في بعض احاولو لحاجة اسمها سكروز اخوك كبير ده اللي هينزل يقدر يركب التاكسي وينزل معي بقى للروت للفروت لأي حد ودي البروسس بتاعت الجميل جميل مين المسؤول عنها الفلوم جميل جميل حلو قوي طيب ايه الفيتشورز بتاعت الفلوم بص يا سيدي انا هديك شوية فيتشورز تمام هنقرأهم مع بعض وهنحاول نرسمه اول حاجة ان الفلوم ده عنده حاجة اسمها سيف بلايت يعني ايه سيف بلايت هنكتب جنب السيف بلايت دي مصفة يعني ايه مصفة مصفة دي عارفين كده لما بنعمل مقارونة مثلا وبنسلق المقارونة وبعدك نروح دلقنا على حاجة اسمها مصفة ايه المصفة دي اه المصفة دي اللي بتحوش كده المقارونة تروح ايه مع الدية المية كلها من تحت هو دي المصفة بالضبط انا دل الفاسل عبارة عن جوا كده مصفة يعني احنا لو رسمنا كده الفلوم هنلاقي ان هو فيه نقط كده في النص النقط دي بورز كتيرة بورز 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 الفلوم معمول كده متقفل ما يعديش السوكروز ازا قلنا ده اخو البلوكوز الكبير ده عبارة عن كور كده الكور دي ما تعديش هنا لازم يبقى عندي مصفة 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 اللونج الفلوم في كل حتة علشان يعديلي السوكروز يبقى اول عندي في الفلوم هي ان فيه حاجة اسمها سيف تيوب سيف بلايت يعني ايه سيف بلايت يعني هو طبق كده ما بين الفلوم مخرم 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 عامل زي المصفة بيخلي الموفمت بتاعت السوكروز ايزي علشان السوكروز ده حاجة كبيرة مش هيعدي في الايه في السلز لو هي متقفلة بالشكل ده لازم تبقى متخرمة ما يفعش تبقى لطباق كاملة لازم تبقى ايه عندي حاجة اسمها سيف بلايت اللي هو ده سيف بلايت انه اهدي اول تاني حاجة بيقولك ان السيف بليت بيجيب كمان سابورت يعني كده دي تاني حاجة او دي ساپورت اول حاجة اللجنة فيتزايلم تاني حاجة السيف بيدي كمان سابورت يعني السيف بيعدي السوكروز وطاني حاجة نутствi تالت حاجة وأهمهم ومن أهم الستروكترز اللي علينا بيقولك مش ميتة زي زايلم لا دي عندها نيوكليس وعندها أورجنالز وأهم حاجة عندها ميتو كوندريا كل دا اللي يقولك آه اياد فيه سيرتن بروبلم كده انت معلش انت معمول هوست وده عمل لي مشكلة في السكرين شير فممكن تخليني انا الهوست انا عارف ان دي حاجة كده مشكلة حاصلة اوكي اوكي بريفت تانكيو ايد مش يبا زي ما احنا بنتكلم قلنا ان الفلوبم عندها بس فرند كده جواها تمام البس فرند دي هي الكمبانيين سيلز والكمبانيين سيلز دي عايشة مش زي زايلة من الفوق كل السيلز ما يتلق دي عايشة وبوها نيوكليس وأورجنالز ومايتو كوندريا طب الكلام دا انا محتاجه ليه هقولك آه انا محتاج سيلز عايشة جواها ميتو كوندريا علشان تديني انرجي ليه هحتاج انرجي هقولك آه اي نيد انرجي علشان اعمل بروسس محينة اسمها اكتف ترانسبورت يعني اكتف ترانسبورت هقوله سرعة ترانسبورت علشان دي اول مرة نجيب سيلز بيقولك يا سيدي انحنا عندنا حاجة اسمها باسف ترانسبورت وده اللي تكلمنا عليه قبل كده اللي هو الاسموز والديفيوجين دي باسف ما بتحتاج اي انرجي بس هنا بقى عندي حاجة بتحصل بقى مختلفة في الفلوم عندي حاجة اسمها اكتف ترانسبورت ايه صورة الاكتف ده بيقولك الاكتف ده بيمشي العكس بيمشي مش down concentration gradient بيمشي حاجة اسمها against against concentration gradient يعني ايه يعني لو انا عندي هنا low concentration of sucrose وانا عندي هنا high concentration of sucrose الموفمت هتمشي from low to high عكس الطبيعي عكس العادي against concentration gradient والبروسيس دي اسمها اكتف لي عشان بتحتاج انرجي يبقى انا عندي حاجة اسمها اكتف ترانسبورت فيها two features اول حاجة ناية تمشي العكس from low to high لو انا عندي مكان low sucrose بيجيبني ال high وداني حاجة انا هي بتحتاج انرجي طب انا هحتاج لي اكتف ترانسبورت هقولك اه انا هحتاج عند الفلو active transport اشفت كل السكروز اللي عند اللي يفواخد كل السكروز اللي انا عملته عند اللي فارحشفته ما سيبش ولا واحدة خالص مش ان هما يمشوا بقى down concentration لا انا عايز كل الانرجي عشان اشفت كل الجلوكوز اللي اتعمل وتحول للسكروز وارحشفته تمام فعلشان كده انا كان عندي الكمبانيون سالز اللي هتديني الانرجي for a for active transport خلاص يلا بينا كده انا راجع ببساطة ايه الفيتشورز بتاعت الفلوم وايه البروست نقول لهم بصورة تعالوا اول حاجة عندنا قلنا الفلوم تيوب ده مسؤول عن حاجة اسمها translocation ونفتكر translocation نقسمها الاثنين trans يعني تغيير وlocation يعني مكان فده بيغير اللوكيشن بتاع ايه السكروز والاماينو بتحصل ازاي اه شرحنا بقى بتحصل ازاي ان الجلوكوز بيتحاول فوق عن الليف بتاكسي اللي هو الفلوم ويروح بقى نازل لاي حاجة بقى من الليف عشان ده المكان اللي بحصل لأي حاجة بقى طيب ايه بقى الادابتاشن بتاعت الفلوم بتاعت قلت عنده ثلاث حاجة اول حاجة عنده مصفة ما بين ما بين كده المصفة دي بتخلي دي اول حاجة تاني حاجة اللي هي المصفة دي بتدي ساپورت زي ايه زي زي اللي جنفايد وال بتاع الزايلب وتالت حاجة عندها بس فرند كده اسمها بتديها علشان جواها ميتو كوندريا تمام علشان تعملي اكتف ترانسبورت انها تشفط لي كل سكروز حتى لو عكس الكونسنتريشن جاديم بتاع اوكي اوكي وبكده نكون خلصنا الكلام مينلي بتاع الزايلب والايه والفلور كلام جميل دلوقتي هناخد بريك فايف منتس ونرجع نكمل البرت التاني اللي في الدرس احنا كده هتبفضل لنا صغير في الدرس الدرس ده صغير وزي ما قلت هو درس مش كبير قوي فهو مش هنباع في وقت كتير ونخش على طول على الأسر يلا قد لنا 5 منتس هنرجع 9.45 ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حسنا لنبدأ ارجوك ان تشك نبعت ميسج لو الانيا تمام السؤال واضح والميسج عندها نحن عندها دلوقتي صح؟ وميسج كده اتخذ انتظر ميشي يلا بينا نكمل ولو في اي مشكلة بس نبعت على طول وايه نزبطها نخش بقى على حاجة لذيذة دلوقتي نتكلم عليها ايه البوزيشن بتاع الزايلم والفلوم او تروات بقية بيقلك ان في م م م относ م معينة ودي حتا مهمة قوي 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 مخصب Woah الحتا اللي في اليات بيقول لك ان فكل حتا الزايلم والفلوم بيكون بقى بقى مقابل الم caring بيكون типа بيكون بقى مقابل المراؤش يعني انا عندي Sh pays بيبقى في منظر أيدي منظر الستام وفي اللي بيبقى في منظر. طيب إيه اللي هو؟ بيقول لك أن أنا عندي في الروت تمام؟ بيبقى عندي المنظر ده. إيه دي إحنا كده بس نشت في الكي واضحة ولا انا اي حاجة اللون اخضر فلوم واي حاجة اللون احمر هي الزيلم. فلما عملنا في الروت لقينا أن في حاجة كده شكلها جزي الكروس وفيدل سنتر تمام؟ اسمها ايه الزيلم الزيلم بتبقى المنظر ده. ونفتكر ان الكرس اللي بي ده شبه حرفrods فانا افتكر على طول ان لما اشوف المنظر ده واشوف الحتة لجوقه شبه البرز افتكر اا دي هيا الزيلم فلما يجب ليل ساختة المنظر ده ويجب لي يقول لي ده فين max هقوله او المنظر ده بتاع ال roots اول حاجة تاني حاجة ده good section بتاع ال roots تاني حاجة اللي بي ده الكرس هيا الايه هي الزيلم والاخضر اللي متطرف ده هو ايه والاخضر اللي متطاف ده ده الايه ده الفلومي وبا احنا كده فين عند الروتس. جميل. قطعنا نفس الكاتسكشن بس بقى روحنا للستام. تمام. جاب لي كده حتة دايرة كده كده كبيرة وفيها الاطراف عاملة كده كأنها ايه سلايسز فيتزا كده. تمام. تمام. انا بحب برضو ايه ارسم معايا كده عشان نشوف. وجابها لك ان ايه مقسومة. كده. حاجة جوه كأنها كده ابين كده والبين دي مقسومة. ابين متلونة اسود. دي الزايلام. والحتة اللي برا. ودي الايه الفلوم. يبقى اول حاجة عندي الروت. لو جينا عملنا كاتسكشن هنلاقي دايرة كده جواها كده. تمام. حتة جوه كده عاملة زي كروس. الكروس ده. نلونه كده عشان يبقى تباين. الكروس ده شبه حرف الاكس. ده عبره عن ايه هو ده الزايلام. ده فين الحتة دي في الروت. طيب الحتة المفراغة اللي عاملة زي الدوار اه دي الفلوم. المنزل ببصد اي مرسومة عندنا ايه. الحتة الحمرة دي هيا الزايلام. من حتة الخضر دي يالفلوم. لو بصينا فوق نفس الكلام عملنا دايرة وفيها حتة كده سلايسس بيزا واسمنا كده حتة اللي جوه هي الزايلام واللي برا اللي له القهة اللي لونها ابيق تديم الفراغة. على صورة نفس الكلام. الجوه اللي اللي بره اللي اخدر ده هو ايه هو الفلوم ونيجي الاهم حتة عندنا واللي شفناها last time عند اللي قلنا ان فيه حتة كده جنب الميزو في السالز اللي هي كاتش عاملة زي البلالين البالونز دي اللي بيحصل فيها البروزز بتاعت الجازز اكسشينج قلنا جنبها فيه حتة كده مليانين زايل موفلوم هي دي بقى اهم حتة يجيب لها جنب الفاسكولار البندل سالز كده كبيرة متنطورة يجيب لك حتة كده تمام مقسومة كده تلاقي فاسلز معينة بشكل معين فوق وتلاقي فاسلز ثانية بشكل معين تحت في دايرة كده يقول لك بقى دايما 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 ان الحتة اللي فوق هي دي الزايلة والحتة اللي تحت هي دي الايه الفلوم هل عليها افهم حاجة اكتر من كده لا مش عليك you just need to memorize المناظر دي علشان ممكن يجيب لك in any part of the leaf وزي ما هنشوف تحت يعني عادي اقول لكم حاجة الحتة دي is more important الحتة دي is more important يعني نحط كده عليها start دي حتة more important than adaptation الحتة دي بيجي عليها سئلة كتيرة قوي 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 و especially ان واحدة حتة الليفس اص 묶imi اصح لدي تحت تحت واهم واحدة في التلاتة دول الحتة اللي عند اللي في بنعمل عليها كازة STAYSTER عشان دي اكتر حتة بيحب يسأل فيها عشان زي ما انتو عارفين دي the most important part في البلانت ودي اكتر حتة بيحصل شغل شغل بقى بالفوت سينتسيز وفراندة حتة دي بيحب يسأل عليها كتير يبقى انا كده عندي التريس دول وقلنا الحتة الشابه الأكس هي دي الحتة اللي في الروت والحتة اللي جوه اللي جوه هي دي الزايلم والحتة اللي فوق اللي عند الليف هي دي الزايلم في كل حتة ويبقى الحتة العكس ليهم هي دي الزايلم ايه دي كده عرفنا البوزيشنز بتاعهم throughout the leaf وthroughout the stem وthroughout the roof نخش بقى على البروزيس التانية ايه بروزيس التانية ودي بقى من اهم البروزيس اللي عندنا حاجة اسمها حاجة اسمها transpiration ايه اللي transpiration دي؟ دي it's the evaporation of water تمام؟ from the surface of the cells and its loss as water vapor from the A stomata يعني ايه؟ اقولوكوا يعني ايه كلام ده؟ بس هنحتاج عشان نفهم الكلام ده نفتكر منظر الميزو في السلس انا دلوقتي عندي ميزو في السلس تمام؟ جت لها المية من تحت جبوها المية droplets كده يقولك ان بيحصل هنا evaporation تمام؟ تمام؟ بيحصل evaporation الwater droplets دي تطلع as water vapor بقت gas و تروح خارجة من بره 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 خارجة من فين؟ اه من حياتة ال bodyguards بتاعنا اللي فاكرينهم from last time اه خارجة من ال stomata يبقى انا process of transpiration يعبرا عن two stages او حاكتين اول حاجة evaporation تاني حاجة exit evaporation ايه؟ الwater اللي كده هو السل حصلها evaporation تحولت من liquid تحولت ايه؟ الwater vapor الwater vapor ده found out a way out through an exit اللي هي الايه؟ ال stomata بتاعتنا وتلع من خلالها لبره from the leaves يبقى ايه الtranspiration دي؟ بيحصل فيها evaporation of water from the surface of the cells مين السلز دي بيني وبينك؟ اه ال spongy mesophyll و مش بس ان ايه حصل لها evaporation لا خروج الwater vapor from the stomata of the leaf هنا تطلع بره و نفتكر ال stomata دي هي كانت ال passage between the two being shaped cells اللي هما ال guard cells هي ال passage اللي ما بده حتة دي ال passage اللي بيعدي كده ال passage اللي بيعدي من هنا ده بالضبط بيعدي throughout the storm تمام تمام دي كده process of transpiration في منها part بيحصل في evaporation و تاني حاجة اللي حصل له evaporation ده اتحاول من liquid ال water vapor يدور على ال exit و ال exit بتاعه فين؟ عند الايه؟ عند ال storm جميل؟ اه دي كده دي process of transpiration process سهلة ولذيذة و ما فيحش اي مشكل يعني ما فيحش اي مشكل تمام تمام نخش هنا بقى على حاجة نفهم بقى اكتر ازاي المية بتوصل لحد السلز دي احنا قلنا المية كانت عند ال roots ازاي بقى بتوصل؟ هنعرف بقى in details the movement of the water through the plant بتحصل ازاي؟ هقول لك يا سيدي انا عندي بالضبط 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 four stages اول stage عندي من السويل المية كانت مغرقة السويل فتحرك المية من السويل to the roots هادي اول stage تاني stage across the roots لما بقى خلاص يا وسلس ال roots تمشي ازاي لغاية كده ما بين ال roots تمام تمام؟ اكراس ال roots عشان تصل بين الزبايلة ولو نفكر انا كده المنظر ده اهو تمام؟ قلنا ان في حتة كده في ال root في النص تمام؟ هيا اللي اسمها ايه ده في نص ال root في عندي كده حاجة شكل هو ده ايه الزائل تمام؟ تمام؟ واخر حاجة الحاجة قبل اخير قصدي of the stem في الزايلم ورابع stage عندي ايه through the leaf وده مين لي يعني اللي هو ايه؟ بنتكلم عليه transpiration transpiration ده اخر part في ال movement of water ايه بقى ال first three parts؟ بيقولك ان اول حاجة اللي هنتكلم عليه هنتكلم على movement of water تمام؟ هنتكلم على movement of water من من ال soil تمام؟ ليه فين؟ ال roots تخيل كده ان ال roots كده متشعبة 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 وحواليها soil كتير وال soil دي مليانة ايه؟ مية المية بتمشي زي هنا الدنيا سهلة جدا من ال soil المية بتمشي زي ما بينش في ايه حتة by osmosis down water potential gradient through partially permeable membrane اظن الكلام ده سهل قوي نهاية بتمشي من الحتة اللي فيها مية كتيرة to the low water potential اللي جوه ال roots فبتمشي من soil to the root down water potential gradient من الحتة العالية لحتة الواطن through partially permeable membrane لو نسينا الحتة دي نرجع لها في درس ال ايه؟ فاول ست دي سهل قوي المية بتمشي من soil لل root down water potential gradient by osmosis اول step across the roots لحد الزيلم ان هي تمشي من roots لحد الزيلم هقول لك اه الموضوع برضو سهل جدا الواطر احنا بس عشان نفتكر احنا كان عندنا roots مليانة حاجة اسمها root hair cells اللي هي كانت بالمنظر ده اللي عندها extension اوكي ما ننساش roots مليانة hair cells فانا اول process عندي كان المية مشت من من السويل دخلت root hair cells دي تاني process اه المية قاعدت تمشي من root hair cell ل root hair cell من root hair cell ل root hair cell من root hair cell ل root hair cell لحد ما وصلت فين لحد ما وصلت الزيلم فتاني ستاب عندي بيقولك برضو باوز موضز برضو ده من root potential gradient بس بقى from cell to cell هنا تاني part of the water movement مشت من خلية من root hair ل root hair through intercellular spaces ما بين spaces اللي بين ال believe cells هذه intercellular spaces across the cells of the roots لتوصل فين لتوصل للاخر بداية الفصل بتاعنا الزيلم عشان تمشي 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 تمشي.. ث Studien 、 هنا بقى اخر. يقولي انا عندي حاجتين بتساعدني ان انا بصراحة بصراحة دي تيلد قوي ومش علينا قوي نعرفهم يعني قوي بصراحة في المنهج بتاعنا فانا بس بس هخليكو هنا ان بتحصل في تو بروسس كده بيحصلوا لهو الاسمواتيك روت براشر تمام والترانس باريشن بل بصراحة بصراحة نوت انفولفد في الايه في الكمبايند قوي مش عليك تعرف ديتيلز قوي يعني حتة شوية ايه ادي تيلد كده بس هنقرأ بصراحة يعني ازمواتيك روت براشر يعني بوشز ووتر اوبوردز الووتر بيبقى ما بينهم حاجة اسمها اديس فورسز يعني كأن الووترز لازقب بعض تمام فلما المية تتسحب من فوق بتروح ايه شدل تانية الفوق تمام تمام بصراحة مش عادي تخش في ديتيلز بتاعيه وحاجة تانية اسمها ترانس باريشن بول ده سوكشن فورس برضو شبه الاولانية بس دي كويسف فورسز بقى بتوين الووتر موليكوز وبعض يعني اول واحدة هي اديسف فورس فورسز بتوين الووتر موليكوز وزيلم والز كده يعني في زي بوند كده ما بين الووتر موليكوز وزيلم والز تانية واحدة ما بين الووتر والووتر دي سمعت ترانس بول بين ووتر وووتر وتانية اسمها زموات الكروب بشر بين الووتر وزيلم والز هل عليه بتعرف ديتيلز اعنا لا مش عليك ما تدوش نفسك just read them for your own information your own knowledge you won't be asked عليهم you won't be examined عليهم just know them for your own sake بس نوت انجولد في الايه في الكمبايند هي ببساطة ان اي ووتر موليكوز تمام اي حاجة ان كونتاكت معها بتعمل معها كوهيسف او اديسف فورس لما تبقى جنب بالزايلم بتعمل حاجة اسمها معها اديسف فورس بتلزق فيه ولما تبقى مع الووترز اخواتها التانية بتبقى كوهيسف بتبقى لزقة في اخواتها فاي موفمت بتحصل بيشدوا وبعد كأنهم مسكين كده اديهم في ايدين بعض ولازقين في الحيطة فاي شدة بتروحي عملة كده بول وعملة زموات الكوهيسف ان الدنيا بتتزق من المياه كتيرة تحت الفوق مش عليك نعرف details just know them for your own sake not involved تمام مش حتة مهمة سهل زيها زي الادابتيشنز اللي فوق ده ممكن تقول الادابتيشنز اللي فوق are a bit more important than this point just know انها بتمشي through the island by two processes حتى مش عليك تعلم تمام 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 نيجي بقى الاخر حتة عنديه واله هي الموفمت اف the water through the leaf وده اللي احنا ناسا شرحينه فوق بيقول لك بقى نفس الكلام بس مش هنعيده بقى مش هنطور فيه بيقول لك water evaporates from the walls of the spongy ميزوفلز اول حاجة بيحصل water evaporation into air spaces مش هحنا كنا فاكتين ان spongy ميزوفلز كان فيه ما بينها air spaces اه تمام اول حاجة بيحصل ايه؟ تاني حاجة ميزوفلز ديه مش لسه مصربها مية اه فبيقول لك بتروح سحبة water by osmosis اي water بقى اللي جايه من تحت باي water تانية جايه من الزايلم احنا ونفتكت عندنا حاجة اسمعها هنا الباسكلر باندل تمام اللي قلنا اللي فوق في زايلم وتحت في الايه؟ الفلوم فانا دلوقتي السبونجي ميزوفلز ديه عملت evaporation وصربت الووتر بتاعيه ديه خلاص بقى ديه وحبقى جايبة مية تانية من الزايلم هنا فا شايفين الزايلم بيصوب على السبونجي ميزوفلز لما السبونجي ميزوفلز تعمل evaporation للواتر ويطلع كووتر فيبر ويحتالع بقى برا من ايه؟ من السومتر بس وووتر بيبر ديفوزز اوت اوف ده سومتر يبقى نفس الكلام ايه بقى نفس الكلام evaporation وديفوزين اوت ده سومتر بس افتكر ان السبونجي سالبقى اخر حتا هو بيسحب المية من الفاسكلر باندل ايه الفاسكلر باندل ديه ديه عبارة عن الزايلم والفلوم اللي جنب السبونجي ميزوفلز بتروح سحبة منها المية واغداها ومحوشها جوه وبتعمل بقى ايه ودي كده كلها من اول الروت تحت تمام بتخش من السويل الروت ده عادي مفيش اي كلام بعد كده من سل لسل 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 لعشان تخش عند الزايلم بعد كده بتتسحب جوه الزايلم تطلع لفوق خالص 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 مش علينا واخر حتة خالص توصل عند الفاسكلر باندل عند الليف ابن ان تطلع لفوق الموضوع للطفل وخالص دو عايما حもしضر تطلع الواتر مجنت البرانت المتنصلي هنا شو قايد بقى اهمية الترانس باريشن دي اهمية الواتر موفمين دي لف الاخر اللي عند الليف ايه الاهامية تاعتها هقولك اه ليها كذا اهمية اول حاجة تمام بتدي كولينج افاكت يعني زيه زي السوات احنا بنسوات ليه علشان يدي كولينج افاكت لما دنيه تبقى حر قوي 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 مايون تنبوتشا ما تعلاش مع الحر لا لما بعمل سوات بكول داون بتاخد الهاتي انا رجي وتطلع وراء زيه زي الترانس باريشن بتدي كولينج افاكت تاني حاجة مش احنا عمين نسحب في مياه نسحب في مياه نسحب في مياه نسحب في مياه بيطلع معاها كمان منيرلز بيخلي ان نسحب المياه دي وصل لك معاها المينيرلز الليف طيب تالت حاجة بيقولك الكونتينووس فلاو اف واتر بيخلي الدنيا ترجد والسابورت بيخلي ان البلانت مليانة مياه فتبقى ترجد بتبقى قوية السلز لو نفتكر كده في الشابتر بتاع الادابتيشنز بتاعت السلز قلنا اه البلانت سلز بتحتاج تبقى مليانة مياه عشان عندها السللوز تبقى تنس كده وقوية وتبقى ايه سابورت فالميا دي اللي على طول حركة المياه اللي عمالها تلف تلف من الروتز اوبتو دي ليفز مخليه ان الدنيا هايدريت دي المياه البلانس بتبقى سابورتد وسترونج واخر حاجة واهمها طبعا 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 ان بتوصل المياه لليفز علشان تعمل فوتو سينتسيز وزي ما نفتكر الفوتو سينتسيز دي عبر عن ايه تو او بلس كاربون دايكسايد عشان يديني ايه بلوكوز وايه بلس اكسش يبقى دي اهمية الترانس بايريش عندنا اول حاجة بيدي كولينج افاكت تاني حاجة بيوصل مع مينيرلز تالت حاجة بيعمل كنتينووس فلافا بيدي توجيدي بيخلي الدنيا مليانة مياه وهايدريتد واخر حاجة بيعمل لي ده الروتو سينتسيز بيوصل لي المياه عشان تعملي الفوتو سينتسيز وتطلع لي جلوكوز بتاعي علشان يدي نترشن البلانت وتطلع لي اكسوجين علشان رجعه تاني جميل نيجي كده الحتة صغيرة اسمها بويلتنج ويقول لك كده لما تسيب بلانت بره كده في البلكونة من غير ما تحط لها مياه كل يوم بيقول لك ايه دي دابت دي بلت يعني بالعربة كده دي بلت يعني ايه بيقول لك لما يبقى بيحصل بقى بيحصل بقى يعني ايه يعني دلوقتي شغال وشغال الدنيا حر بيحصل 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 بيطلع بس انا مش بحط البلانت مياه فالبلانت عمل ايه تلوز واتر تلوز واتر تلوز واتر تلوز واتر كده وبتموت وفي الاخر البلانت والاي والاي ودي بروسسس اسمها ويلتنج ايه يعني ايه ويلتنج اول حاجة تيجيب في الاخر لما تسمع كلمة ويلتنج اقول لك اه ان الريت كده نتيب على جنب بكد rate of transpiration اعلى من rate of a water uptake ولا تفوت الوشياء لأنه يتصع تفوت الوشياء لا تفوت الوشياء لأمام الأمام وعلينا التفوت الوشياء أكثر من الوشياء سيتصع تفوت الوشياء يكون هذا النساء هتدوب هتبقى هوريكو شكلها تبقى عاملة كده ادي بلانت سل اهي كده و ادي السل وال اللي عليها هو تلاقي بقى السل عاملة كده السل الممرين متاكل كده تخش في حاجة اسمها بلازموليسس والبلانت will die و دي البروستس افدو بلانت اوكي كلام جميل ماشي عندنا اخر سلايد حاجة يعني اظن هي هاتميك سنس و مش هنكون او مرة هنتكلم عنها بس ايه الفاكترز اللي بتافكت الريت الفاكترز ذي اللي هنتكلم عادي دي عندنا يا سيدي وصم ايه اكسرنال فاكترز زي ما احنا ايه متعودي اوكي تعالوا كده نقراهم ونفهمهم اول حاجة number of the leaves لو انا عندي ليفز كتير هيبع عندي transpiration ايه كتير علشان هيبع عندي ويبع عندي ويبع عندي ويبع عندي فهيحصلي على طول اللي عنا اعمالي غفرة 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 فnumber of the leaves لما يزيد التranspiration ايه يزيد تاني حاجة معلش دي حتة هنا لما number of the stomata يزيد قولنا ده الاكزيت تمام لو انا عندي اكزيت كتير اه التranspiration يزيد فهيكنا تاني حاجة أه تاني حاجة يعني حسنا قررتها قبل كده ارنافين ارنافين اه مش احنا تكلمنا عليها وقلنا ان فيه لير كده فوق الـ upper epidermis اللي عند الليف قلنا فيه لير كده فوق عاملة زي البطانية قلنا اه بطانية دي كنت تعمل ايه بطانية دي قلنا اه دي كتتووتر بروف و transparent طيب transparent allows sunlight بس waterproof لإيه علشان تقلل rate of water إيه قلنا بتقلل waterproof بتقلل rate of evaporation هنا بقى العكس لما thickness of the cuticle بيزيد rate of transpiration بإيه بإيه علشان it's waterproof فبيقللل evaporation of water فمية أقل بتسيب spongy mesophyll cells فالمية أقل بتطلع براءة الصومتة فبيحصل لإيه lowering of the rate of transpiration وآخر حاجة surface area of the leaf طبعا لما تزيد برضو هتزيد إيه معاها التranspiration أنا فس عندي إيه هي دي اللي بتمشي عكس عكاس الكوتكل لما تدخن التranspiration الباقي بقى leafs تزيد التranspiration زيد صومت تزيد نفس الكلام surface area يزيد نفس الكلام كل الكلام ماشي بإيه بنفس الكلام طيب ماشي أوكي عندنا external factors حاجات كده بسيطة برضو هنجو ثرو very quickly عندنا أول حاجة حاجة اسمها light intensity قلنا لما بيبقى فيه light الصومتة بتبقى ترجد أكتر وبتبقى أطخن ف الجويتس بتبقى قصلي ترجد أكتر وتبقى أطخن فبتخلي الصومتة بتوفن wider فلما عندي light intensity كتير الجيتس بتاعتي بتاعتي اللي هي اسمها الصومتة هتبقى wider فإيلي يحصل اللي بقى stomata open opens wider و rate of transpiration يحصل له إيه هيزيد لما light intensity إيه تزيد طب نخش التاني حاجة التمبرتشر طب قلنا لما temperature تزيد إيه يحصل بالعقل كده لما المية لما تسخن إيه يحصل له يحصل له وقلنا ان transpiration ده عبر عن إيه عن إيه وقلنا عندي evaporation ذات إيه اللي هيحصل التranspiration هزيد فلما نقرأ ال as temperature increase molecules gain more kinetic energy فبيحصل ال evaporation بيزيد بيبقى faster وبي diffuse وي exit out faster فال rate of transpiration برضو يزيد بسرعة فلما temperature عندي يزيد برضو transpiration بتاعي يزيد معاها وثالث حاجة عندي wind speed إيه يا wind speed دي قولك up بس يا cd إنت دلوقتي عملت الشرح لي إن إنت عندك حاجة اسمها stomach stomach دي عمالة تطلع water feed إحنا عارفين إن أي movement of water بتبقى down water potential gradient كده كده إحنا عارفين المعلومة دي فلما بيقولك بقى لما بيبقى عندي wind لما بيعندي wind speed عالية بيقولك إن هي بتremove بقى بتremove الكلام ده بتremove 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 بتروح زق 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 الميا اللي بره فإيه اللي يحصل يعمل لك maintain gradient ده فيخلي الحائطة الwind فيها أسرع لشان على طول أول ما الميا بتتركن هنا بيروح الwind إيه جاي وزق إيه أي بيروح جاي وزي فبي maintain gradient فبيخلي على طول فيه movement of water down water potential gradient from high طول هو بيخلي دايما هنا الدنيا اللي هو بيزق على طول على طول عمال يمسح في الwater البي هو عبار زي الهوا كده لما انت تبقى واقف ومليان سوات ومليان عرق وتيجي تقف في حتة ونجي نفس نشفت بسرعة وبيت dry in like half a minute ليه علشان في على طول wind speed عمالي زق الwater اللي على جسمك برا نفس الكلام يحصل على في على طول water موجودة برا 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 طلعت ازاي تمام برا 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 لما بيجي الwind يزق الكلام ده خلاص بيفضيلك الدنيا هنا فبيقلل الزحمة فبيرجع لي هنا low water potential ماشي وين يجي الاخر point عندنا في الدرس او زي ما احنا شايفين بيمانتين ال diffusion بدين بتاع ال water vapor هو اسمها هنا diffusion عشان احنا لما بنتكلم على water vapor شو بس نبقى فاهمين لما بنتكلم على water vapor احنا بنتكلم عليه بسيغة ال diffusion يعني لما بيبقى gas بينه بينك كده لما بيبقى liquid على طول بدا thinking بنتكلم عليه في سيغة a osmosis احنا osmosis movement of a liquid okay perfect جميل فهو بيمانتين دائما the diffusion gradient across the leaf نيجي الاخر حاجة وينسمع humidity ودي عكس wind ازاي بيقولك humidity دي ان ادي هل stomach اهي نرسمها تاني اوكي اوكي وادي دي environment بر بيقولك ان the humid environment ده يعني air نفسه مليان water particles مليان 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 ازا كان بقى humidity او rainfall فايا كان من دول لو انا عندي جو رتوبة او لو انا عندي شتا بيبقى ال environment مليانة بره ميا فبيحصل ايه ان بره في عادي high concentration of water vapor تمام فلي بيحصل ان الميا بتحاول تطلع تليه لا ده بره concentration اعلى فما تعرفش تطلع فلما يبقى الجو humid ومبلول بره الليف بتخلي الميا جو علشان مفيش concentration gradient يخلي الwater vapor يأجز through the stomp فتعلم increasing humidity increase the water vapor and the air around the leaf decreasing diffusion gradient ليه بيقل عشان هنا عندي كتير وهنا عندي كتير فما فيش gradient decreasing the rate of transpiration تعالوا رجع الفاكترز بسرعة قلنا عندنا 4 internal factors و4 external factors اول internal factor عنددي number of the leaves لما number of the leaves بتزيد transpiration بيزيد لما number of somata بتزيد transpiration بتزيد لما surface area بتزيد transpiration بتزيد الحاجة الوحيدة اللي بتمشي العكس الكوتيكل بتقلل evaporation فبتقلل transpiration نخش على external factors رغية هيوسع somata فهيعلي rate of transpiration temperature هتزود evaporation فهتزود transpiration wind speed هيحفظ اللي على diffusion ingredient فهيعلي rate of transpiration الهوميدي العكس هتبوز هتقلل ingredient وهتخلي في مية بره هتقلل rate of diffusion of water from inside the leaf to outside decreasing the rate of a transpiration يعني دي برضو الوحيدة اللي بتمشي ايه عكس عكاس لما الهوميدي تزيد transpiration ايه تقل وبكده نكون خلصنا درس ال transport implants وزي ما احنا شفنا ده ممكن أسرع مرة نخلص فيها درس وأسرع مرة يعني نخلص درس بحالو بسرعة بسراحة حابة كده سريعة نمسح الدنيا كده انا بحب ننظف الدنيا قوي بعد ما خلص صحة كده ونقرأ كده مش هنقرأ بسرعة كده الكلام المهم بقى على طول علشان ما نضيعش وقت ونخش على الاسئلة بتاعتنا ونخش على اسئلة الامتحان بتاعتنا ونحل مع بعض تعالوا كده اي ننظف الدنيا بالموضة ستصفاين كده لما نخلص شرح وننظف تحسوا كده mission accomplished ودلوقتي وقت اللعب وقت بقى نحن نقعد نتكلم بقى ونقعد نتنقش على الانسرز وكده بحيت بقى ويهي بقى الحال بصراحة اوكي هلا لنذهب اتكلمنا الانسرز عندها موضوع مش عند اي حد تاني عندها حاجة اسمها الزايلم وحاجة اسمها فلوم قلنا الزايلم ده ليف شغلانتين اول شغلان ان هو بيعمل بترانسبورت المية والمنرالز من الروتز تحت للليف فوق علشان ده المكان اللي عايز يعمل فوتو سنتس وده قلنا كان عنده شوية نعرف من نخش في تفاصيل ومش علينا اول حاجة قلنا ان هم عمول من السلز الجوة ميتة فبتعاس تخلي الباسج سريع وزي ما نفتكر شكله عامل كده مفيش الدنيا فاضية في النص وفي في الجنب بتخلي الموفمت سهلة جدا وقلنا لغنف يعني عندها كده حواليها برا برا من خليها عشان تجي واخر حاجة اللومن بتاعها وكل الحاجات دي عشان تصراع دخلنا على الفلوم قلنا ده يعمل حاجة اسمها تغير مكان بيغير مكان مين السوكروز والأمانو أسد ازاي مش كده بتال لغلوكوز قلنا اه بتغير الجلوكوز اللي برا بيتغير لي أمانو أسد مع النايتريتز وبيتغير لي السوكروز والكلام ده بنغير لهم اللوكيشن بتاعهم من الليف ينزل اللي تحت دور اللي تحت عشان ينزلي في الروتس او بقى في الفلاور او اي امكان تمام تمام جميل اخر حاجة وبقى كده اخر حاجة في الفلاوم كان عندي شوية قلنا ان انا عندي حاجة اسمها سيف بلايت قلنا ده زي المصفة فيه اطباق مصفة في النص الدنيا مقفولة ومالتربسة كده لا الدنيا فيه مصفة كده في النص بتخلي ايدي وقلنا ده بيت برضو زي للفلاوم تيوب واخر حاجة قلنا كل الفلاوم تيوب مليانة جواها نيوكلس وميتو طلع لي عشان تديني الايه عشان تشفد كل السكروز حتى تروح شفت كل السكروز اللي تلع من اللي من اللي اللي فوق وتوصل والتحت جينا بصينا على تحت عندنا المنظر ده لما لقى منظر ده افتكر ان ده احنا عند الروت وشوف الحرف ده يفكرني بحرف الز بحرف الأكس قصدي فده معناه الحتة اللي جوه هي الزايم نطلع على طول في المنظر بيبقى عامل كده الحتة اللي جوه اللي احمر دايما اللي جوه هتبقى الزايم وني جي للليف بعد كده دخلنا على حاجة تسمية transpiration قلنا transpiration دي عبارة عن حاجتين evaporation يعني ايه يعني الميا بتتبخر و exit الميا بتخرج بتتبخر وت exit بتتبخر منين من spongy mesophyll cells وت exit من من الصومata طيب قلنا بقى عدنا نتكلم على الموفمينت كلها قلنا الميا بتمشي احنا تكلمنا عن الفوق ده transpiration ازاي ما يوصلت من تحت الفوق قلنا من soil root by osmosis down root potential gradient و det من root من cell cell down root potential gradient by osmosis لحد ما توصل لفين الزايلم اللي جوه الاكس اللي احنا قلنا الاكس دي على طول دي في الروت بيمشي لغاية ما يوصل لل center of الروت عند الزايلم الحتة دي وانس دخل الزايلم الزايلم ده الفاسل بتاعنا اللي هيمشي في up 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 to the stem ب two process small group pressure transpiration point قلنا بس دول f yi just for your information بعد كده يوصل لي فوق خالص عند الليف قلنا يوصل عند الليف عند البندل يروح داخل الزايلم داخل على البندل بعد كده البندل يحصل لها فالمية تطلع من الواتر ويحصل لها ودي الحتة اللي بيحصل فيها التranspiration قلنا عندنا في اربع حاجات كولينج بتوصل معي منيرلز على طول كنتينو ستدي ترجي وعلى طول عشان تديني بتوصل الواتر عشان تديني فوتو سنتي سنتي وبعد كده دخلنا لحتة الويلتينج وقلنا الويلتينج دي عبارة عن rate of transpiration يعني transpiration evaporation و exit اكتر من الواتر ابتك اللي بيخسر مية اكتر ما بياخد مية فايه اللي بيحصل بيحصل المنظر ده بيحصل يعني في ويحصل لي بلانت ده سل جميل جميل وده الويلتينج وننزل تحت الفاكترز بتاعتنا قلنا عندنا four internal و four external لسو شرحينهم leaves زيادة more transpiration stomata زيادة exit surface area عالية يبقى transpiration كتير الكيوتيك اللي الوحيد العكس لما thickness بتاعه زيد هو زي البطانية بيحافظ لي على المية اللي جوه عشان هو بقي waterproof فلما thickness يزيد transpiration اللي قلنا لما temperature زيد قلنا evaporation بيزيد ويبقى rate of transpiration بيزيد لما wind speed بتزيد قلنا بتزوء المية من على surface بتاعت الليف فبتحافظ لي على diffusion gradient فعلى طول بتمaintain rate بتاع transpiration عكسها humidity أو rainfall اللي هو على طول environment مليانة مية فليه الليف تطلع المية اللي جواها مفيش gradient ف decreasing the rate of transpiration وبكذا نكون خلصنا درس transport implants وأحب أقول لكم أبروك إحنا خلصنا كبيرة قوي من البيولوجي part في combined science ولغاية دلوات إحنا أكيد تعبنا هناخد another 5-minute break ونبدأ 10-30 sharp نبدأ حل على طول يلا بي attentive عشان نبدأ على طول No time is wasted يلا 5-minute break ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 عندنا اوخ انا عارف الموضوع متعب اللسن بتبقى very rich وبتبقى كبيرة وتبقى detailed بس اتمنى يعني نكون بنعيد ونزيد علشان لو اول مرة فاتتك تاني مرة تفيدك لو تاني مرة تلت مرة على طول كده لما بنعيد المعلومة مرة واثنين وثلاثة you get used to it or you get used to the يعني بتجاوز للديتيلز اللي جواعها فخلاص وبتتخضش من المعلومات الجديدة فبتخش قسع جوا دماغك فعلى طول كده repetition بيساعد اكتر ان المعلومة تخش جوا دماغك وان المعلومة تزداد اوكي حالو كده نقرأ كده step by step الاسئلة اللي علينا بيقولك عندي هنا cross section of a leaf وحنا حفزنا بقى خلاص قولنا ده الoperديرمس يعني بس بنراجع بقى كده ده عامة الoperديرمس قولنا هنا ده palisades اكتر حتة بيحصل كيف موتو سنتلسز وعندي هنا spongي ميزوفينس وديه lower dermis بصوا احنا بنستغل اي graph ان احنا ايه بنراجع به الحاجات اللي عندنا وعندي هنا الفراغ ده هو stomata ودور للقارد cells البودي قارد بيقولي on figure 1.4.1 use the label line P to show the cell in the lower epidermis where photosynthesis takes بس انا بقفاضي الدنيا عشان يبقى تكلام بين حدت letter P to show a cell in the lower epidermis where photosynthesis takes place ها يقولون two informations نعرفه وهحل السؤال كأن انا اصلا معرفش او ما عرفتش لازل مين السلل اللي بتعمل في lower epidermis مين اللي بيعمل photosynthesis انا هتعامل كأن انا معرفش تعالوا كده نشوف انا عندي معلومة ان انا عارف ان اللير اللي تحت دي هي اللي جميل تمام انا بصيت هل في اي سلد في دول فيهم اه لقيت السلد هلطول هدي عليها وخلص ورايح دماغي انا بقى مش عايز اعمدي details او حاجة بس معلومة لك عشان تبقى فاهم ليه السلد بالذات بتعمل photosynthesis هقول لك بيقول لك ان السلد هي اللي بتقفل وبتفتح علشان ايه تعد ايه الصوم بيقول لك ان السلد مليانة ايه تمام عشان لما during sunlight ايه اللي يحصل في حسال دي عملة photosynthesis فدي لازم لازم photosynthesis ليه بقى علشان لما تعمل photosynthesis بتروح عملة جلوكوز وعملة اكسجين تمام الكلام ده الجلوكوز بيتحوش جوه السل بيفضل inside the cell فبيروح مدخل معاك شافت معاك مية متا بقى من برا details اعرف نيه شوية advance عليكم بس يعني just know كده بيخليها ترجد فلما تبقى ترجد بتopen stomata wider زي ما احنا قلنا في الدرس فوق فدي النوع السل الوحيدة اللي بتعمل photosynthesis في اللو في اللو في اللو في اللو الو دي بس السل الوحيدة دي المعلومات هل علي بيعرف كل ده لأ انا شوفت chloroplast في اللو داخل اروح على p وخلاص explain your answer اقول له عشان it contains chloroplast بس عميزة بقى بقى اروح مدينو بقى شبايت كلام انه هو ده لازم يعم photosynthesis عشان to open the saw during sunlight ده ما احنا عارفين اوكي اوكي ماشي explain why the rate of transpiration increase when temperature of the environment increase عملي يبقى نهري من الصبح حول الا external and internal factors هتبتكروا لي لو حد عارف يبعت على المسج بس تعالوا كده نفكر مع بعض لي لما rate of increasing temperature يزيد rate of transpiration يزيد نشوف حلو it increases rate of evaporation حلو قوي جميل انا متطفق معاك يا اياد بس انا يا اياد عايز اجابة زي اللي مكتوبة في النوت فوق اللي هي ايه انا بص انا عايز اقول لكم حاجة الانترز دي لما بتتكتب بتفضل موجودة في الفيديو فوين يجو باك الانترز زي احنا بنزاكر مينا هاو تو ايه تانسر the questions فبعد كده نانسر بالزبط زي ما احنا بنانسر زي المكتوب بالزبط تعالوا نفتح ونشوف باك ايه باك نبعت لنا حاجة تانية نشوفها بردو قبل انا اوكي لا ده باك حاجة طيب مش مشكلة مش بيقولنك بقى بتزيلوا من الاول when temperature increase ايه اللي بيحصل بعندي more kinetic energy وده كان مكتوب فوق في النوت فين in water molecules بيحصل ايه higher rate او faster evaporation واحنا قلنا التranspiration ده عبر عن evaporation وايه واexit فلما بيبع عندي faster evaporation بيبع عندي faster بس نكمل الكلام of water to water vapor جميل لما بيبع عندي faster evaporation بيبع عندي faster movement of water vapor من فين بقى from air spaces الجوه الليف to outside through the storm وعلشان نتأكد ان احنا ما سبناش خلي بالكو ثم يكثل اه دا كتير قوي في الكمبيع سينس ننصب ش تانتوف علشان نتأكد ان احنا ما سبناش معلومه نقول له ان ماذا حدث في الاسبونجي ميزوفلسل هذه اجابة متكاملة وان شاء الله يجب لك زودت الوضع و زودت كيناتك انرجي و خليت في الاسبونجي ميزوفلسل و خليت في الاسبونجي ميزوفلسل فبعندي الاسبونجي ميزوفلسل و انتظار المركزين احنا لسا عمدنا حاجات تانية لكن هذه المركزين ليس مليئة هذه المركزين ليس مليئة فبعندي المركزين على ما اول شيء الابل البيكات عند الوضع هو عايزك بس تقول لك خليت في الاسبونجي السؤال بتاعنا نشوف كتابها زي شفته ووتر موليكلز عندها زيادة في الكايناتك انرجي على طول يصبح اول حتة تبتدي منها ان الهوضع زودت لي الكايناتك انرجي اول حتة هي البداية اللي عندي معي يا يأياد هي دي البداية اللي عندي انا ما عنديش حاجة تانية انا مابتديش على طول الافابوريشن انا ابتدي من الحتة الافابوريشن فزودت لي الافابوريشن وبعد كده بودت لي بقى ال exit او diffusion وقدينا بنتعلم لان اعمل line على كلمة evaporation و line على كلمة diffusion فانا لازم لازم احط كلمة diffusion وعشان كده نحن معدلين كلمة transpiration بتاعتنا من evaporation و exit نخليها evaporation وايه دول الكلام الkeywords اللي عندي عندي كلمة transpiration لما اسمع كلمة transpiration لازم اجيب سيرة evaporation واجيب سيرة diffusion يعني ايه diffusion اللي هو الموفمنت of water vapor من ال air spaces outside to the stomach كلام جميل جميل let's continue تمام بيقولك when the stomach are open there is a net movement of water molecules by diffusion out of the leaf بيطلع بره this is called transpiration هو بيقولك معنى transpiration when the stomach are open بيقولك that movement of water molecules بره الليف و دي البروستس اسمعه transpiration جميل ايه اللي بيحصل ثموت هده ازاي بيحصل الكلام ده قولنا عندنا transpiration عبارة عن ايه كلمتين مش هيه مش هنساهم ابدا tan tan evaporation و ايه و diffusion طاب اول حاجة هو بيقولي ازاي الموتر الووتر موليكولز وصلت للايه للسبيس دي يعني هو عايز يعرف الموفمنت ما بين السل السبونج ميزو في السل والسبيس ها اول حاجة ان the water molecules افاوريتد جميل ثم ايه السبونجي ميزو في السل بعد كده الووتر ميكولز دي ديفوزد داون كونسنتراتيشن غريدينت ثم اير سميسيز اللي بفوق بس ولو عايزنا نكمل شوية اقول له بعديها ديفوز بقى ايه داون كونسنتراتيشن برضو ايه ثرو ايه الثطو مطاق من جوه البر اوتسايد ثرو الثطو مطاق كلم جميل تمام بيقولك فيجور سابن بوينتو اللي فوق شوز ديفرنس ان انفيرومنت نركز بقى حتى ليس ألانها around a leaf in diagram A compared into diagram B predict whether rate of transpiration will be greater in B or A انا عايزك بقى ترد علي قل لي بقى ابعث لي message قل لي مين هيبقى عنده higher rate of transpiration ايه ولا بيه وليه نتخيل ادي دي الليف و ادي دا الair مين هيبقى عنده higher rate of transpiration يلا انا مستانيك تبعتلي احنا مستانين هتفتكر ايه هتش عارف طيب نبص كده الريت هيبقى اعلى في B ها متأكد نعدي نشرح في ايه في external factors طيب تعالي بقى نشرح الحيط تدي اوكي ونشرحها تاني علشان نتأكد ان هي وصلت تمام صح يا عياد بس نزبط بقى ايه اللانجوج اللي هنكيكتب بيها اللي هنانسر بيها لأسئلة علشان نضمن الماركس متاعك انتكدت ايه بكوز في ايه وبي الار في بي كان مليان water molecules زيه زي الهوميديتي كانوا air humid والار هنا كان in comparison كان الهوميديتي في قليلة فطبيعي طبيعي الواتر تمشي من high concentration into low concentration عشان تمشي دايما down concentration gradient لما يبقى عندي هنا عالي هل الماء هتقر تمشي لا هتبقى blocked فكده عشان لما قلنا الهوميديتي لما تزيد transpiration ايه يقل بس انا هنا air air was dry فانا هنا عندي concentration عالي وهنا عندي concentration واتف اقولك اه يحصل movement down concentration gradient تمام من هنا الهنا فبعين تين حاجة اسمها concentration gradient فيحصل ايه faster transpiration في ايه في plant في plant اي هقوله ليه هقوله عشان عندي less water molecules on surface فهنا ايه maintains a concentration gradient allowing vapor layer water يعني vapor diffusion faster than b that has a يعني بتين باكس كان عندها ايه less gradient تعالو كده نشوف هو كتب عندها ايه كتب اول احنا بنبتدي هنا من c الفوق ده كن حللنا last time اول حاجة by evaporation كتل اجابة دي اهو by evaporation و ثاني حاجة from the mesophylls from the surface of the mesophyll cells وزي ما احنا كتب اول جملة جرنا المركز خلاص من evaporation من surface عطي a sponji mesophyll خدنا two marks بتاعنا what about the next question a can air around a is less humid زي ما احنا قلنا transpiration has more slowly في b or quickly after a جميل مناخد two ones بس وقال حلنا last time بس كنت عايز بس حلم عاكم b double i بي 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 تذكروا ازاي بق عدنا تكلمنا كتير قوي عن النقطة دي how root hair cells are supplied by glucose is the a a قولنا عندنا leaf نغاز برجع المعلومات بتعمل photo صلى علي glucose process is my trans location رح بغضي التاكسي ووصل trans location by phloem بيرنا location من leaf ودنا roots فانه ايه process ازاي حصل انه وصلت glucose down to roots معنا مع match buttons اقول by process smart trans location وصلت the sucrose from the leaf down roots through a the phloem by from the leaf to the the mark scheme never skip the marking scheme we can see from the leaves هذا سؤال. هذا حتى محطط الكلام عبيد جدا. احنا تبنا كل هذا. اهو. اول بيقول لك اهو اول نقطة. ولا حتى يعني جماعة الكمبينتين ده ستدقوني يعني 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 حتى ما ما قدلكش كلمة على ترانس لوكيشن ما قدكش كلمة على سوكروزة. هو بس اقلك انك تجيب له سيرة ان هو جابها من الليف ووصلها ووصلها بالفلو. وتاخد 2 باكس. حتى الترانس لوكيشن يعني ما كانتش كتب. كلام سهل. حسنا. ماشي. عندنا كده سؤال كمان. اوكي. اول سؤال كده نحله مع بعض كده. يعني نحله مع بعض. مش كارثة يعني ممكن نحل يعني كان مراجع عن الليفات. مين السيليتد سلز بتاعت الميوكس ولا الفوتسنتسس ولا الربودوكشن السيليتد اللي احنا فاكرنا اللي احنا فاكرنا اللي كات بتزوق الام ميوكس. ماشي. الباليسيد ميوزوفل دي بتاعت الام الفوتسنتسس. صح. والباليسيد ميوزوفل بتاعت الفوتسنتسس. والسperm cell for a for reproduction. وباي هما زي حطهم كلهم جميع بعض. عملوا كده. the boxes on the left show the names of different types of cells. the boxes on the right show the function of these cells. draw one straight line from each cell to its function. هما كلهم جميع بعض. بس مش مشكلة. كلهم جميع بعض. ماشي. عن مثلا السperm cell دي هنتكلم عليها في ايه؟ تدازل الربودوكشن. لسه ما وصلنا لنوش. طيب اوكي. جاب لي صورة معقدة. تمام؟ بس اي اللي نضيف البلانتروت. اوكي. فهتخيل كده انا عندي حاجة اسمها root hair cells. يعني اكيد لو بلانتروت انا عندي يبوت هائه. مش. بيقول لي state. the name of one structure. shown in figure one point one. that identified cell x. is a plant cell. هو مش عايز لك هنا حاجة من الدياجرام. هو بيقول لك انا ان plant access دي. دي بلانتسل. ايه حاجة فيها بتخليها نيتبها. او مختلفة عنها عن اخوتها. الانيمانسزل. او لما اشوفها. اقول او. او. دي بلانتسل مش انيمانسزل. اتيلو اي حاجة بقا. قديروا اقول او. 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 مش هنا مش عايزة. الاني يشوف بس. برافو سيل وال اقول له اقول له كلورو بلاس تمام بس خلي بقال لك الروت هيرز ما بيبقاش فيها كلورو بلاس قوي ما بتبقاش اكسبوزد للسان لايت دي ما بتبقاش حتى فيها سان لايت فلما نتكلم عن الروتس دايما خلينا في السيل وال او الايه السيل ساب او السيل باكيول يعني نتخلي ما نخطش كلورو بلاس دي فعلا بتفرق عن اي بلان تانية بس لما تبقى ايه في الليفس فوق لما تبقى في حتة تانية مختلفة تمام 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 ماشي ايدنتفاي the type of plant cell labeled why انا شفت سيل شكلها غريب او يسمعها why تمام ليها كده يبقى فانجرلايك اكستانشن وفي الروت يبقى دي عضل ايه او دي روت هيرز وحفت على كده بس شفته ممكن يكون الصور تخدني بس ولا ينفيد عشك انا قرأت او دي بلانت روت خلاص يبقى عرفنا في الروتس كده كان فيش كلونوب بلاس وعرفنا لو دي بلانت سلا هتتفرق ان هي دا ساولة والسلية بيكون سلا لكن غير ما مععرف اية حجة اكستشرة تانية حاجة ايدنتفاي the type of cell labeled why فأنا عندي أهو لقيت السل كشكلها غريب لها extensions أوه وفي الروت يبقى دير روت هالسلز اللي أنا امذكرها من الأول السل بنخش على يعني سال اكس عمدها خلقها من y إلى x طبعا اي لما هتكلم على اي واتر لازم طبعا اجيب سيرة اوزموزز واتر بوتانشل طب الراحة هو قال لي هنا ان انا عندي اكس وواي اكس فيها سوليوتس او فيها سولتس اكتر تمام انا عايزكو لو انت بيغبط الكلام ده حاول اترسمها فان انا نرس Stick esel فيها سولتس كتير فانا عندي مية 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 اتخلي المية دي هي الدوارة الكبيرة تمام بس عندي هنا اي اي صوليوتس بس كتير اه اوrei اووي او وي زم الدنيا وهو فيه مية عاو اوه بس ملح كتير اوه اوه وهنا بقى بالعكس انا عندي بقى مية كتير اوه 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 كتير 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 اوه اوه بس النقطتين ايه ملح فلما هنا بقى بيقولك explain why water moves اوه انا عايز موفم بتاعت الصوت ولا اوه لا بيقولك عايز موفم بتاعت الواتر فانا هقوله اه طبيعا المية تمشي من هنا الهنا ليه عالشنا تمشي بحاجة اسمها اوز موزز الكلام بتاعنا تمام من y لا اكس تعالوا بقى نكتب الكلام ده هقوله water moves اوه الحاجة مين بقى high water potential مين كان عنده هاي مين كان عنده high water potential مين كان عنده مية اكتر اه اللي كان عنده مية اكتر هي cell y two low water potential مين دي a cell x down ده كل ده بما معناه هو down water potential gradient through partially permeable membrane لازم 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 اي سؤال اسموسيس لازم اقوله كلمة partially permeable membrane اللي هي يمينة هنا عندنا اللي هي ايه cell membrane يعني بين ومينة اوكي بس خلص انا كده خلصت ما اظنش ان في اي حاجة تانية ممكن تتحطي طبعا اللي هو ايه from y to x مش مش describe how water is lost from the leaves of plants by transpiration اول ما تسمع transpiration افتك الكلمتين evaporation من ال spongy و ايه diffusion من ايه من الصومتر خلاص احنا بقينا محترفين اقوله نفس الكلام او by evaporation to water vapor منين من ال walls بتاعة ال spongy mesophyll cells ادي اول نقطة و اتاني نقطة بقى اقوله diffusion down concentration gradient through mean حبيبتنا الجيت بتاعتنا الهيلس مع ال stomata ماذا يعني ايه هلوصل لدرس لزق في دماغنا واخر حاجة number D roots of a plant absorb magnesium ions كلمنا عليه last time اللي فاكر في الفوتسنترس نراجع عليه تعالوا شوف ايه سؤال explain the effect of deficiency of magnesium on the color the plant leaves ايه الافكت لما يبقى عندي deficiency of magnesium على الكلور بتاع بلانت نفتكر كده هلو اه لما يبقى عندي decrease magnesium هيبقى عندي less production of a chloro plus و less chlorophyll زي ما احنا عارفين ان دول اللي بيدوا green pigment هيبقى عندي ايه loss of the green pigment of the leaves وهيبقى لونها ايه yellow هو هنا عكس فالعادي يقول لك ليه 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 مجمزين ديفيشنس يهو انا بقى لك ايه لما المجمزين انت بديفشنس هايبقى لونها ايه نفس الكلام تعال بقى نشوف الايه الماركين سكيم على الكلام ده ماشي اهو عملهم كل واحدة ايه جنب اختها مش عارفوا ليه احساسهم جنب بعض يعني يعني اغزامنر زاكي اوي التاني سؤال قولنا ال vacu لأول سال والو محطش ليه chloro plus محطش ليه فروت هيرز مفيهاش اي ثاني حاجة كانت ايه نوع نسلل شكلها غريب اه في الروت وش ليه اكسنتشن بديل روت هاي طيب ايه السؤال اللي احنا قدنا نتكلم عليه كتير بتاع الوزموزز ووتر موز باي اوزموزز درجة from high water potential to low water potential درجة او ده نفس الدرجة تمام واخر درجة عندي ايه through a partially permeable membrane منساش عمري في اي اوزموزز منسى الكلمة دي عشان احنا كتير بنكتب 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 بس بننسى ايه الجملة دي through a partially permeable membrane عشان ناخد درجة كاملة واخد 3 marks was Moses the potential gradient through a partially permeable membrane بس واختنا التranspiration هي evaporation و ايه وdiffusion زي ما احنا شايف evaporation وdiffusion evaporation بالميزوفيل وdiffusion through a stomach احنا بينا خلاص يعني تاكل ايه تاكل ايه في الدروس اللي احنا اخدناها دي نخش نفرتكم نحلهم كله بس واخر حاجة ماجنزم deficiency الليفز هترن يالو زي ما احنا قلنا الجرين هيقل فهترن يالو علشان ايه ماجنزم is needed to make a chlorophyll اللي هو green pigment بتاعنا وبكده نكون وصلنا to the end of our lesson it was a really enjoyable lesson thank you for being attentive thank you for for joining me في الجرني دي thank you علشان الجرني دي صعبة بس احنا بنحاول نسهله على بعض I wish you the best of the luck في الساشن بتاعتكم مسيحة كل مرة enjoy studying enjoy your summer متخليش حاجة تيجي على حاجة خد week end حلو استريح انبسط في وقت كويس وفي الوقت بتاع الجد تديرو 100% بتاعك هليك attentive احضر الحصة read it كده once again بعد من خلص حل اسئلة بمزاج اقرأ عادي الماركتين سكيم كل النوتس دي معاكو و I wish you the best of the luck ولو عندك اي سؤال بليز ابعتلي right now I'll be more than happy to reply و عندنا زي every time a one minute كده gap عشان وحد عايزي لابت اي سؤال انا مستاني اي اسئلة you're welcome يا اياد و I really enjoy doing lessons with you و اي حد يتفرج علينا تاني خلص يبقى اظن كده الدنيا تمام اه اتمنى لكو a very healthy and a good night و an enjoyable session ان شاء الله خلص مع السلامة الناس من ضمن كل نفس مثلا انا 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 اشتركوا في القناة